أبو درعي أسأل عن الصلاة في بيوتكم قول نداء المؤذن الصلاة في بيوت متى تقال وما هي أحكامها جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أنه قال صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم بعد انتهاء الأذان كاملا يعني يؤذن الأذان كاملا وبعد النهاية يقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال هذه الصورة الأولى الصفة الثانية ما جاء عن ابن أباس كما في البخاري ومسلم أنه قال للمؤذن إذا بلغت حي على الصلاة حي على الفلاح فقل صلوا في رحالكم وهذا يدل على أنه يلغى حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا من فعل ابن عباس وقال أما أن الجمعة عزمة ولكن كرهت أن يخرج الناس في الدحض والطين وهذا يقول عبد الله بن شقيق فذهبت إلى أبي هريرة وحاك في صدري ما فعل ابن عباس وقال صدق ابن عباس ولعل أبا هريرة يريد صدق ابن عباس في جواز الترخص في ترك الجمعة لأجل الطين والدحا الصورة الثالثة أن يقول حي على الصلاة حي على فلاح ثم يتبعها بعد يقول ألا صلوا في بيوتكم أو صلوا في بيوتكم إذن هذه ثلاث صور الصورة الأولى يؤذن أذانا كاملا وفي النهاية يقول صلوا في بيوتكم الصورة الثانية أنه يقول بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم الصورة الثالثة هي بعد حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم السؤال الثالث وهو مهم هل يقول صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذه عبارة لا يم يتعبد العباد فيها وإنما يقولون في لفظها وإنما يقولون أي كلمة يفهمونها الأوام ويفهمونها الناس أن المقصود الترخص في الصلاة وفي البيت ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث نوعين بن النحام قال وددت أنه وهو قد جالس في رحله وفي منامه قال وددت لو أنه أعطانا الرخصة فقال ومن قعد فلا حرج ومن قعد فلا حرج فهذا يدل على أن أي عبارة يقولها المؤذن فلا بأس ولو قال صلوا في بيوتكم وهو العبارة التي ورد فيها الأثر ويفهمها الناس لكان ذلك أحسن والله أعلم وأما لو قال صلوا في رحالكم فليس المقصود في الرحل هو الرحل الذي هو خيمة وغير ذلك أنما المقصود ألا صلوا في مكانكم ولهذا لو قال صلوا في رحالكم لا حرج في ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وذلك لأن جاء في حديث البخاري أنه جاء في حديث ابن عباس أنه قال ها صلوا في رحالكم وهم في المدينة والمدينة بيوته فلهذا لا أرى في بأس أن يقولوا صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم وإن كان عبارة صلوا في بيوتكم أقرب والله أعلم بارك الله فيك لو استعظوا عنك صلوا في منازلكم لو قال صلوا في منازلكم عبارة لا بأس بها المقصود أنه يؤذن المؤذن ويعطي الناس رخصة ألا يأتوا إلى المسجد بارك الله فيكم على هذه اللي ضحفة الشيخة